اشتركوا في القناة وفي ذات الصياق كتب الدكتور وأستاذ الدراسات السياسية والدولية عبدالرحيم منار السليمي في تدوينة له على الفيسبوك تعليقا على هذا الاتهام وقال الشاحنتان الجزائريتان تدخلان المنطقة العازلة وتخرقان القانون الدولية وفيهما كابران كبير يدعى فريد جغبيط رئيس دائرة الإشارة والمعلومات والحرب الإلكترونية يحمل سلاحا للبوليساريو هل توجد دولة في العالم ستستقبلها بالثمر والحليب دخول المنطقة العازلة خرق للقانون الدولية وكل شيء فيها ممكن الكابرانات خرقوا القانون الدولية وأرادوا اختبار المغرب بشاحنتين عسكريتين لتنفيذ مخطط نقل المخيمات نحو المنطقة العازلة نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء